بدون زعاج يا عايد ما انا بزعاج ولا سينا بصبا تاتا بص بصوا كلكم اسمعوا كلكم لا لا سلطان ما ابكده ما ابكده يا سلطان ها ايش اللي مواطن ما ابكده سلطان هذا واش ايه اما سمعك حوار يصيبك يالله حوار ولا مفروض نصيبك يصيبك الله يباركك سيلا الله يباركك لا 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 تعال يوم سرعة ساعدني ساعدني خلك حي حوار خلاص خلي هنا خلي حوار سرعة قبيجي خلي حوار هنا اسلم اسلم اسبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسبر اسبر اسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام تعال اسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام لو سمحتوا يا مشاهدين الكرام يا مشاهدين الكرام سيلاح اشد يوم لساق لو سمحت لاصم لو سمعت. لو سمعت في حوار محترم بيصير هنا. لو سمحت. لو سمعت. حوار ولا مفرود؟ لا أحكدتني يا الله. لا يقوم، يقوم. يا حياتي. قوم الله يصلح. ماشي الحوار على طيب؟ دقيقة شوف. باخذ اللفح على قبوله. أنا بغل مسك هكذا ما يشيك. اللهم أنني أسألك فعل الجسد. يا والد أتعلم بحوارنا. الله من أسألك العفو العافية. يا والد حوارنا أتعلم بحوار. حواري حوارنا أتعلم. ضاكرته ولا قعود؟ قعود حوار خلعه ليه يا عبد الله سعيد ليه؟ ليه؟ يعني كل ما جيته بقدم لي مشهد ايه قلت الادب دي؟ وش مشهدك وش مشهدك؟ ها؟ يا والله تقم قم خلالك ها؟ ها؟ والله جانو قال الرجال هذو يبقى يقدم حتى مشهد ما خله جاد عندنا حوار عندنا حوار شوية لو سمحت مالك جاي اليوم لنقدم فقرتي هذا تقول دفور ازرق عد الله شوية عبد الله هنقدم فقرتي يا ريجيت يلا يجلس اكرمكم والله طويلة لو سمحته لو سمحته الرجال مشاهدة بكل عدب واحترار عطوا الحوار حقه لو سمحت عبد الله فلح لو سمحت لقوم عليك بالطاولة دي فنخك لين تقول بس فهد خلاص انا اسف انا اسف حقك علي هت 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 ياخو عندنا حوار ياخو عندنا حوار ياخو افهم افهم الوضع مدري فهد خلاص انا اسف حقك علي افهم يا الله ربي يا الله ربي كتصبني تعافيني تعافو عني يا الله رب ما رحلهم ما يبرح ليش هاد الارض لو انها اتكلم ولا بتصيح بتقول يا صبري 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 يا محمد يا يا صبري 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 يا اوه 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 ايه ايه سلطان سلطان حجت وانا عائل صبي الصدق خلك خلك معلمك تعطوني الحوار حقه تعطوني الرجال قلت حج اللي بيسوي له شي ولا بيقدم ولا بيتكلم ولا رطته عليه ماذا بطريقة هيوه يا الله عادي لدخل معك حياك الله عندنا حوار لو سمحت ثور فيرجام عندنا احوار أبتكلم جدا جدا جا كتψبني يا رب يا الله يربي ما بيني غله ليار ؟ الخلي لا يجعني حي لا يشكا حلكنا بعضهم هاد درب واسع مننا شكرا يتك العافم هل ستريح؟ ستريح ستريح سأجيب لي شاهي لا عندنا حوار صح 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 فعض أغطي معدريت أي زراعة خير قل الحمد لله لا يؤخر الله أمرا إلا لخير ولا يحرمك أمرا إلا لخير ولا ينزل عليك بلاعا إلا لخير فرب الخير لا يأتي إلا بالخير لذلك فقد داعي الحوار الحمد لله يا صبر الأرض يا صبر الأرض يا صبر الأرض يا صبر الأرض خلصتوا خلاص يا عدم خلصتوا خلاص خذ علبة الموضة لا تفهمون شواء 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 يدي 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 شبه شواء شواء فقراتكم ماشي شواء شواء أبو معدني ريت سالم يا سالم يا خلود هذا السجن خلص عجلة يا صبر الأرض عندنا حوار الحين وما يخربوا علىنا أنا أخوي تفضل أنا أرتفع القيمون عندي أنا أرتفع ضغطي وأرتفع الضغط ما علي ما علي أنا أصف أنا أصف حقك علي ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله صباحكم مشاهدين الكرام من هذا البرنامج الجميل برنامج مع عايد عيضيات 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 مرتبها أفضل الأخوي عايد لا أتفضل الأنت وأنت لتفضل والله هنا كنت انا برتفع ضغطي طيب اخوي عايد سام بسألك مجالك الشعري اسأل وتقرأ الجواب لا تستاهب خلق ضيف مؤدب سامي ابوي سامي سامي تعرفني يا سلطان لا عصر تمدرش فيني يجيني رمانسيس فركة صدق اشتخررك بعصبية كذا انا بعصب اغلط سامي ابوي متى كانت بداياتك في الشعر؟ ما عندي بدايات عندي واقعيات متى طيب؟ من فان متوسط وش كانت اول قصيدة اكتبتها؟ صدق 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 لا لا اول قصيدة والله كتبتها كتبتها ابوي اول معرفة الموهبة ما شاء الله اول انطلاقها على ما قال الشاي بعدها تذكرها او لا لا ما تحضرك لو اني اذكرها او لا بقولها طيب اخوش اسعرك خل مش كمان انجهز انا استخل استخل اهد افضلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الامين محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة واتم التسليم اسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام من كل مكان وزمان على شاشتنا شاشة الواقع الله يحييكم ويحيي اخوه السلطان ويباركيك شكرا اللي لباء طلبنا وطلبنا معنا في اول حلقات عادي عربي دعوتك يا أخوي شكرا لك طيب احنا نظر عندنا فقرة مع حادي العيس وعلي انا لا تقديره واستحي منه اسمدلي هي قد بدت او لا الان ما فيه يعني نكمل طيب سلطان من وين نسلطر وين الديارة كنت وين نشأت انا من وليد الطايف طايف ايوه ودياري مهداد ذهب ومهد بديه حين بالله انت من مهداد ذهب توقت ادري ايوه توقت ادري صديقي في برنامج المقرب توقت ادري لا نسوي كده كني مدري ايوه ايوه طيب ما احبك الخيل صح ليف الخيل ثلاثة سنين يعني هي موهبة قديمة او لا انا احب الخيل بس اني ما قنيت الخيل ولا اتعاملت معها الا من اربع عشرين وثلاثة سنين ما شاء الله طيب لك شيلات يا سلطان بما ان صوتك زيان ما شاء الله تبارك الله قبل البرنامج قبل البرنامج لك شيلات دشنت شيء مرة طيب ان شاء الله انطلاقتي من هذا قبل البرنامج قبل البرنامج هلك كنت اسعى فيه ان شاء الله او لا اكتشفت موهبتك لا كنت اسعى بس ما الله كتب بس ان شاء الله انطلاقتي من هذا البرنامج بدش ان شيلات دشنت حقت العيد انا ابو معدي قصيت اللي اعطيتك مين راحت حاسب كان ما بطل الشيل الا الا كبرة اوعدهم بشي فاخر من الاخر اكسر الدنيا اقول والله عندك صوتك ما شاء الله تبارك الله عندك خامة يود شرقني والله وشام على صدري الطلقات عندك ما شاء الله تبارك الله في الصوت انا اسمعت بعض انا احرق لها المفروض انها ما علمنا من البداية كذا خليها مفاجئة للجمهور لا عاد انت صرح تول يومنا في فقرة قبل اصرح انا اصرح اعلم علي عبدالله عبدالرحمة انا ما كتبها تطرق بس انها ما بعد نزل العمل لا نزل لك متى بينزل انا سجلته لديه ولا هو المطلوب فالعمل يسمعت بعد ما هو المطلوب ما هو المطلوب اجي المطلوب وشوه بيجي شي وفي النسخة وفي القناة من كلماتك طبعا لو لاك ما أقول ما سويت شيء أنا قبلت رأي حق الستوديو همس الباري هيدا قال لي بيوصل الشي اسم رقاع عني أنت بغا سمعت وإذا وصل أول ما يوصل لها فأنا أنتظر طيب سويت شيء ثاني غير العمل هذا عندي فقرات ما هي بقوله فعل لا أظن يقوله فعل أو الأولين الشعرة معي كلماتك الأولين 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 صح الأولين شايف تيطيع العمر أيوة طيب وش هدافك في البرنامج و بعد البرنامج الخطة اللي أنترا سمها والهدف اللي أنت حط في رأسك وتبي توصل له و إن شاء الله أنك توصل له بإذن الله والله أنا أحبيت مجال الإعلام صدك أنا من قبل أن أدخل برنامج عندي كذا حساب وأصور محتوى وأصوره في لقات ولها مشاهدة تعالي وأصورها فأنا أحب الإعلام وأحب التصوير هذه هواية عندي تصوير قديم كانت عندي هواية ولكنني سحبت علىها وماتت الرسم ورسام يعني ما شاء الله هواياتك تشبه هواياتي يعني قريبي من بعض شفت أنا ترى أني عندي رسم هل يمكن أن شفت بعضها رسمية شفت أي داخل عنك بعض الهوايات عندي أحب أشتغل في كهرباء كهرباء البيوت أنا عندها في البيت ما أجيب كهربائي من بره شتغل في كهرباء ميكانيكا سيارتي فيها عدة دهوارة ميكانيكا بس ما هو ميكانيكا ميكانيكا في العميق مقايل لا لم أعداد أحدث يا سين يا سين اوه أعب إليك أعب إليك سأعلمك أعب إليك سأعب إليك سأعب إليك لقد أقوم شفت يوم اللي قمت الصدر يعني ما شاء الله عليك ميكانيكي وكان ربائي قال دخلت كلية تقنيط العمر تخصص ميكانيكي ورفض أبوي رفضني أدخل تخصص قال أدخل دعم فني سلم والله أنا هوايتي الميكانيكي قلت قال لو أني كملت فيها قال نحن نفعت حلوة الصدق والله كملت في الدعم فني تخلصت يعني ما أخذ الشهادة ما شاء الله طيب يا سلطان ما جاوبت على سؤالي ما شو هدفك بدل من بدل البرنامج والله ما ما قدر أقول لك عندي هدف ولا ما عندي هدف ما في هاي هدف النبا أخضر سلمت محمد جامع طيب هجي الاشياء خيش معك تفضل 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 كيفك محمد جامع بشرنا عنك كيفك بعد الطاحر والله ضايق علىك أمر ضايق علي أنا لو نعرف شوكت شوكت كوه هادي علىك هانت المذيعة هانت المذيعة أنا وين عندنا سكيلة طال أم أستاذ عارض أستاذ سلطان ها قال باك يا رجال ما ترى عندنا الجاذاء الداخل ما يدوش ساقل يا رجال ما ترى عندنا أروح عند النياك أولا هبشر من عيوني اه الله سمع صوتة الأمانية هالقصية احبيه له اولا احني احبه مقصر بالله خدير ايضي احبها الله فيها واحد مشرف فيها واحد بس نشكر مشرف الاستاذ العملاق من بعدك النجم المبدع المتألق السلطان من بعدك والله من بعدك الديحاني صبقي محمد جامع لنا لقاء آخر لنا لقاء آخر والله اني مرتب لي انا فقرة عيضيات اجهز لك اجهز لك السئلة بقدمها باذن الله ان كان عينت وقت حتى لو العصر انا بقدمها بذن الله عارف الوضع اخذني اقدم فقرتي انا بجهز السئلة لا 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 عندي فقرتي كاملة انا عندي فقرتي كاملة ايضيات بيها سوية من قدلي سبعين ترى وثلاث اشاء الله اجل جت في وقتها بس النش ما عينت لي وقت هذي بروفات والله معينت الوقت هذي بروفات حلو هذي بروفات شدق والله حلو اصرح مقدم صح والله الشدق حلو صفقة شباب ريطول عماركم شكرا ودهن خذ من العيالة اللي يتشوف انه غامض للحين ما فهمتك طلع واسأله طلع لوراه ايهي طلع حصيله ايهي بدين ما بيح القكروتي بتشوف هذل فهمك يما العصر العصر ترى فيه وقت والله فيه وقت لا ما فيه لا فيه وقت العصر ما اليوم يبدأ البث فقرة تلوية لا العصر فيه العصر بداية البث ممكن معاك 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 خير اخذ الوقت كلها فقرة ما يصلح بس بقدم شيء بصيد عرضيات قدلي ممكن سبعين و ثلاث سابيع بقدام حلو والله فقر حلو والله كتب ترى ضغطين علانة بالفقرات بيوالله 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 يمن لقرب تختلف فيها الأشواء الليلو نهار والمكاين تحني عندون ربعي للغنائت مشوار الاللي يمن لقوبا الله أني حفظه وش اللي طلب منك حسان ها اللي طلب منك حسان وشي الله يسعي 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 بإذن الله إن شاء الله نشوق الفيصو قبل فيصل وخالد وحسان ثلاثة ذول الصدق والله اني صادق فيصل قريب عندي فديرة والله ان كلهم غاليين شفت والله ان كلهم غاليين شفت حسان في القصيم وبنعم مقابله مقابله خالد عندي فطاش ان شاء الله اني بقابله واجمعهم بذن الله انا اللي جاء عني اقول لك حسان يطري علي يوم هم وصي ابوه معدي ان هي وصي بالسلام انت شفت وطلم منك شاله ان شاء الله كنت اغنيها له انت اغنيت انت اغنيت برنامج كنت اغنيت شناك هي دي؟ ايه وضايقي صدق والله ضايقي لان الجو برنامج جديد ولا نعرف احد ولا نون على احد بنعم اكمالك غرفو وانا اجرها عنده والله انها بدون قصد طرعت عيواناتي وانا انظر في وجهه والله تعبير وجههم تغيرت كاتاكف يقول دائم غنى وطلع ولا سمعها مني غالى يوم جاني شافي اوه عرفتها على طول ايه انه عادة ظني داخل معي شافي وكذا ام قبلت النسخة انا من يوم داخلت من اول يوم ياود رجالة ينقبت سوالفة وهو وبشوش ووضحه ياود وضحه حتى يتمائي يدخل معك اصف لو استمر معنا صدقني لو استمر معنا قبلت النسخة راح لسم نسخة القبل قبلت النسخة وهو مقبول يا ولد ومحبوب بشوش والله اني معين الله وهو يضحك مبسوط دائم يود عليه ذايقه في الشعر موش الله تباركه عندها شعر ان شاء الله علي هم جماعتك القرية ايه كان ايه جدتي هو داحاني هم مش انا لحد العيس اخذ فروتي اشارك برو حب الفرو سلطان 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 هم جلد ورحبا يا دهار قلبي ورجانه ارجع بقربك وبعد منك يسنين ماذا احد والله نحبة شكرا